أبو بكر يعقوبي ناشد جمعوي عضو في جمعية متحب الشيخ بوعمامة ومرشد في متحب الشيخ بوعمامة ومرشد سياحة في مقرات تحتني بالضبط بدأت تاريخية على المتحب هذا تأسس عام 1990 وبدأت الخدمة به عام 1981 بدأت نخدمه بالمتحب الشيخ بوعمامة المتحب هذا مقسم إلى أجنحة الجناح الأول وهو جناح خاص بتاريخ الشيخ بوعمامة والجناح التالي وهو خاص بما قبل التاريخ يعني حيوانات بعرية متحضرة والجناح التالت وهو العصور يعني الحضارات القديمة والمتوسط والحديث النيوليتي والجناح كذلك جناح الأمازيغي والطورات منتع القرية والجناح الأخير وهو جناح خاص بالطورة التحريرية بما في ذلك الطبق العلوي وهو أرتزانة قرات تحتني في قلعة الشيخ بوعمامة ثلاثة وثلاثين برج بالطورة هذا خط شال موريس لدارتها في فرنسا في الشرق وفي الغرب ومكارب بعض الألغام برسونال وكونترشار هذه الخريطة كيف هي هذية الشيخ بوعمامة وهذا كذلك السيف الشيخ بوعمامة مقدر بشي واحد بين جميع القبائل موجودة بالشمال وبالجنوب الشرقي والغربي هو كما نعرف بله هو الولاسي تاج يعني ابن جدة ابراهيم بن تاج هو الولاسي تشيخ هذا الولاسي تشيخ كانت عندهم مقاومة وكي حبسة المقاومة عاود أستساهوه وقلع بها باسم ولاسي تشيخ الغرابة وقدر بشي واحد للقبائل بما بها العمور بما بها ولجرير ولود ويمنيا للقصور وكذلك ما نساش قوتنا الشعانبة اللي هم اللي قادم معاه يبطايوا حتى الاخر رمق حتى الهجرة نتاعه نحو المغرب علي قاد زائر من ولاية شلف جيت زيارة لزاوية الشيخ بعمامة وكان سبقلي في السنة الماضية وين نزورتها وعجبتني هذا هو الشيء اللي خلني باش نرجع نعاود ننزورها أحمد طفر نائب رئيس الجمعية الوطنية تنمية سياحة القصورية والواحات جئت اليوم زائرا إلى قلعة الشيخ بعمامة فالتقيت بالمرشد ودلنا على أجنحته نتمنى باش تترسم الملتقى الوطني حول الشيخ بعمامة كما سمرة كما كانت العملي بات بشهر أكتوبر وتبقى مداومة سنويا لأحياء ذكرى هذا البطل بالجزائر ترجمة نانسي قنقر